أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا طبعا الحلقة هاي عن ثقافة الأمزيغ كانت مفروض تكون السبت الماضي ولكن صار عنا مشاكل فتأجلت لها السبت هذا خلونا نرحب البداية بأخونا الكريم كريم العبيدي أهلا وسهلا فيك كريم أهلا وسهلا أزول مقران أزول أزول أمقران يعني سلام كبير أزول أمقران وسلام كبير وسلام لكل الناس اللي تسمعنا على كلنا أخي كريم أظن البس المباشر تمام في عندك مكتوب لايف ما هي أظن لايف في مكتوب لايف أه تمام تمام معناتها نحن لايف لأنه صار عنا مشاهدين كمان شكرا شكرا للات والعزة وهبل كمان ما ننساه لا شكرا لأكوش لأكوش وأكوش وأكوش معهم يعني نحن مشركين بكل الأشياء أكوش يلاه يلاح سوف تحب يا ريت نتعرف عليه يا ريت نتعرف عليه طيب يا أخوي الماكريفون معك وفهمنا ما هي الثقافة الأمازيجية طيب قبل أن أبدأ أريد أن أقدم تعازي لمحسن فكري الذي توفي البارحة إثر الجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطات المغربية في حقه وفي الحقيقة هو من منطقة حسيمة من منطقة الريف والسلطات المغربية ماذا تفعل؟ أن ترسل المتعربين من الشرطة للمناطق متاع الأمازيغ عندما تكون منطقة أمازيغية يرسلولها جيش وعسكر وبوليس عربي يعني يتكلم العربية ومتعرف مية في المية وهذا الشخص البسيط الذي يبيع سامك طلب منه هذا العروبي المتعرف أن يدفع له رشوة فرفض فأخذ سامك متاعه وارماه في الشاحنة بتاع الزبالة فالبائع من كثرة حصرته هو إنسان فقير ارماه نفسه في الشاحنة لكي يأخذ سامك البوليسي قال لصاحب الشاحنة شغل المشينة فشغل المشينة فتم دعسه مع الزبالة يا حيف يا حيف يا حيف هذا مصيرنا مع هؤلاء العروبيين هؤلاء الحكام كما قلوا أحمد التونسي طحانة القوادة اللي يحكم فينا طحانة يحكم في المغرب وجنرالات يحكم في تزاير وسراق يحكم في تونس وعصابات تحكم في ليبيا بتمويل خليجي إماراتي قطاري سعودي للعسف أنا أضم صوتي لصوتك أخوي كريم وأحر التعازي لأهل الضحية بصراحة يقف في اللسان عن التعبير في مواقف بشان سمك نحن روح الإنسان في بلادنا الداخل تحت الاحتلال الإسلامي الكريه روح الإنسان لا تسوى الشيء حياة الإنسان ليس كلها قيمة مجرد سمك يبيع يعني يا حيف المهم يعتبر شهيد شهيد أحنا الأمازيغ نسمي الشهيد شهيد الأرض شهيد الأرض يعني من يموت يعني مظلوم أو يموت دفاع عن الوطن دائما نطلق عليه شهيد الأرض لأن الأمازيغ مرتبطين كثير بالأرض متاعنا نواصل الحديث حول الأمازيغ وفي الحقيقة أنا كل ما أريد أن أتكلم حول الأمازيغ أجد المعلومات التي عندي والتي بحثت فيها جداً كبيرة لا تكفي لا حلقة لا ثلاثة لا عشرة تاريخ يمتد في عمق في عمق الأوجود يعني من أول بهور الإنسان لا يمكن تلخيصه في حلقة أو زوز أو ثلاثة أو أربعة وإحنا نحاوله بش نلخصه وندكره بعض الجوانب اللي مع الأسف الحكومات بعد ما يسمى بين قوسين الاستقلال تحهلتنا ولم تعرفنا من نحن ونسبتنا لجهة غير جيهاتنا ودائما أنت تصور ما أنت إنسان ينسب لأب غير أبوه أو لأم غير أمه فهذه أكبر جريمة يقوم بها الإنسان في حق الإنسان يعني عود بعراء أحنا لقطة إذن توقفنا في الحلقة السابقة حول الاحتلال العربي الإسلامي لشمال إفريقيا والذي قلنا إنه دام قرابة تقريبا سبعين سنة وهو نوع من الكر والفر والارتداد على الدين العروبي الإسلامي المجرم السارق وفي الأخير مع كامل الأسب تم انتصار العرب والمسلمين على أبطال شمال إفريقيا نتيجة خيانات ونتيجة حسن نية الكاهنة وحسن تعاملها مع المسلمين رغم إنه كما قلنا يعني أكبر أشراف العرب المسلمين قتلوا خلال هذه الفترة ومنهم المجرم الكبير عقبة ابنه نافع هو ليس نافع نافع لنفسه ولمن ولاه منطقة شمال إفريقيا بعد هذه الهزيمة كما قلت الأمازيغ صحيح دخلوا في الإسلام لكي يتفادون الجزية والإهانة والذل وأرادوا أن يكونوا متساوون مع ما يسمى بالعرب والمسلمين ولكن وجدوا إن ذلك لا يغير ولن يغير شيء وواصل ما يسمى بالعرب والمسلمين يعاملوهم كعبيد وكمواطنين من درجة ثانية فأرسلوا مجموعة من الشرفاء الأمازيغ إلى الشرق الأوسط وأرادوا أن يقابلوا الخليفة فرفضوا أن يقابلهم وعادوا وقاموا بما يسمى بثورة الأمازيغ الكبرى وهذه الثورة هي التي نسميها قضت على الدولة الأموية لأنها أرهقت الدولة الأموية وقامت ما يسمى بالديانة البغراطية هذه ديانة ظهرت في شمال إفريقيا وهي ديانة خاصة نعطيكم فكرة على هذه الديانة ثم نعود للحديث حول المعتقبات الأمازيغية نحن نعرف عندما دخلوا الأمازيغ في الإسلام لم يقبلوا إسلام الدولة أو الخلافة فمنهم من أنتماء إلى الخوارج ومنهم من أنتماء إلى الشيعة الإثنى عشرية ومنهم من أنتماء إلى الشيعة الإسماعيلية المهم أي معارضة موجودة في الشرق ضد الخلافة هم ينتموا إليها يعني أصبحوا مسلمين بالإسم لكي يعارضوا الخلافة التي موجودة في الشرق الأوسط البغراطية هذه ديانة ظهرت في المغرب وهي تعتمد على فكرة أن الآية القرآنية التي تقول في القرآن إنما أنت أرسلنا في كل أمة الرسول فهذا الشخص يعني الذي ادعى مش ادعى هو ادعى صحيح ادعى ادعى النبوة قال في الأمازيغ لم يكون هناك أنبياء إذن أنا هو النبي وجاء وقام بثورة كبيرة جدا يعني واستقل ملك المغرب كامل تقريبا والجزائر وجزء من الجزائر ووصل قريب تونس واستمر أكثر من ثلاثمائة سنة ثلاثمائة سنة هو يحكم جاب لهم قرآن جديد وجاب لهم دين جديد وجاب لهم قوانين جديدة ونحة عدد الزوجات أربعة وعمل قوانين جديدة صحيحنا مع أن نش معلومات كثيرة على الديانة البغراطية فهي في الحقيقة تشابه الدانوتية اللي وقعت في المسيحية إنهم أرادوا أن يستقلوا على الكنيسة البيزنطية والرومانية فخلقوا مسيحية خاصة بالشمال الإفريقيين فهذه الديانة في الحقيقة مع أنتها استمرت ومع أنتها ظهرت تقريبا في سنة تارب ظهرت سبعمائة واربعين تقريبا يعني بعد انتصار المسلمين العرب على شمال الإفريقية بس عندي سؤال هون هي جزءة هي استنباط من الإسلام ولا شيء مختلف تماما لا ما عندها حتى علاقة بالإسلام هو أنا نعطيك مع أنت بعض الأشياء عليها خطر ما نجمتش نحفظها يعني ما نقيتش وقت بش نحفظها هما صلاتهم إيماء بلا سجود بلا سجود ليس معت صلاتهم كصلاة المسلمين ولكن عندهم تقريبا ثلاثة سجدات يعملوها فانت ما يسموش رنبان العيد يحتفلوا به نهار حداش محرم اسم الله ما يعترفوش باسم الله يعترفوا بأكوش إله الأمازيخ حتى أنهم هناك فتوى والآن إلى الآن الأباضية الأباضية اللي هما الخوارج يعتبرون يقولوا حتى هناك فتوى إن أحد الأشخاص يقول لك من لا يعترف بأكوش كأنما لم يعترف بالله أصلا اللي هما الخوارجهم يعني أمازيخ حتى أسماء ما يسمى الملائكة كلها أمازيغية الملائكة كل شيء كل شيء رجعوها أمازيغي هذه الديانة كانت ديانة جدا تحترم المرأة تحترم الإنسان وكان يقال حسب اللي كتب عليها بعد سقوطها قال كانت معانتها الذي ينتمي إليها هما أشب الناس يعني كانوا معروفين بالجمال يعني كانت معانتها ديانة واللي قضاوا عليهم هما المرابطون هما اللي قضاوا على الديانة هذين يعني دامت من 740 إلى تقريبا 1059 والدولة الإدريسية اللي قامت في المغرب بجنبها ظهرت بعدها بخمسين سنة فقط وسقطت قبلها ولي أسقط الدولة الشيعية الاثنى عشرية نتعى الأدارسة هم الخوارج يعني جمال إفريقيا تحولت إلى الشيعة إسماعيلية أو شيعة إثنى عشرية وإلى خوارج المهم إنهم ما ينتموش للشرق يكون عندهم نظام خاص بهم إذن أحنا دلوما بش نتكلمو حول ما يسمى بالمعتقدات الأمازيغية عبر التاريخ أحنا قالونا وحكاونا وكذبوا علينا وقالونا إلي الأمازيغ ما عندهمش جين ما عندهمش معتقدات وإحنا بدينا المرة الأخيرة نتكلمو حول المثلة مع الأسف لم يتم البتل لو نعود للمصادر التاريخية تفضل بدي أقاطعك أخي أنا بس بدي أنوه أصدقائنا إنه ياريت تساوي الشير للحلقة بشان الأصدقاء يشوفونا لأنه أنا ما ساويت ما وزعت الرابط الحلقة على الجروبات بشان إذا احتمال صار معنا أي مشكلة أخي كريم أنت أكمل وأنا كمان بدي أوزع الرابط الحلقة على الجروبات يعني إذا شفتني منتبه على أشياء أخرى فأنا مشكلة إنا وقتاً شوفك تحرك شفيفك أوقف مدام ما شوفكش تحرك شفيفك تمام تمام خذ راحتك تمام أشكركم أصدقائي طبعاً ياريت تتشاركونا الرابط كمان معنا أصدقائنا للمرحدين الحبايب الحلوين مشان أكبر عدد من الأصدقاء يشوفنا وبما أنه قناة جديدة وصغيرة للساعة فياريت شجعونا فضل أخي كريم إذن أحنا تكلمنا في اللي بدينا في الحلقة اللي كانت بعملها بش تتعدى هذه الحلقة حول ما يسمى بمعتقدات الأمازيغ عبر التاريخ ولكن مع الأسف لم تمر الحلقة ولهذا الآن بش نعاود نذكر هذه المسائل اللي هي جداً مهمة كما قلت لك يعني أحنا يحكيونا ويقولونا دي ما يبدونا تاريخ شمال إفريقيا من دخول العرب المسلمين إلى شمال إفريقيا وإن أرادوا أن يتكلمون قبل هذا التاريخ فيختصرون حول روما والحروب مع روما وحول فنيقيا والإحتلال الفنيقي يعني أحنا كأن شعوب دائماً محتلة ودائماً ليس لنا أي قيمة وكما قلنا في الحلقات السابقة إن الإنسان ظهر في شمال إفريقيا منذ بداية التاريخ يعني منذ الإنسان العقل الأول ظهر الإنسان إذن الإنسان الأمازيغي الذي عمر هذه الأرض من الأول كان مثله مثل بقية الشعوب التي عمرت مناطق أخرى وكانت لها معتقدات خاصة نحن نعرف أن المعتقد عند الإنسان بدأ في الأول بفكرة ما يسمى الموت وحياء ما وراء الموت فكانوا عرفنا يعني إن الإنسان بدأ يكون نوع من المعتقد عندما بدأ يدفن الموت بتاعه وعندما بدأ يدفن الموت بتاعه وبدأ يحط معاه الأدوات هناك بدأ المعتقد على أساس إن هناك شيء آخر بعد الموت والأمازيغ كبقية الشعوب هذه الديانة نسملوها إحنا الديانة المعتقدات الطبيعية اللي وجدناها سواء في الشرق الأوسط سواء في أقصى الشرق آسيا سواء في أوروبا سواء في إفريقيا سواء في شمال إفريقيا ولكن هذه المعتقدات كل منطقة طورتها طريقتها الخاصة الميزة اللي بي امتاز بها الأمازيغ إن الديانة نتيحهم لو ندرسوا الديانة بتاع الأمازيغ نلقاوها قريبة جدا من ديانة الهنود الحمر ما يسمى الهنود الحمر معناتها الشمانية يعني قريبة من الديانة الشمانية وإحنا نعرف إن الديانة الشمانية وديانة الهنود الحمر هي نوعا ما قريبة جدا من الديانة الصينية الطاوية ولا الشمتوكية ولا غيرها وهي ديانات في الحقيقة هل نعرف إن الديانات هناك أنواعها هذه الديانات اللي تدخل تحت هذه المجموعة هي ديانات لا تتكلم عن الله أصلا يعني بالنسبة لها الله شيء من الجموش نحكي وعليه ماذا تتكلم بالضبط؟ هذاك عليش وتنجي نشوفه ونقاو حتى نسميوهم أحنا آلهة عند الأمازيغ هما في الحقيقة ليس آلهة هما خدام الإله الأوحد يعني كانوا الأمازيغ الأول موحدين يؤمنوا مع أنت بحاجة مشهولة هي تحكم الكون وهذا الشيء الذي يحكم الكون هو اللي يرسل ما يسمى بالملوك اللي يتحكم في الرياح في الشمس في القمر يغيرها من الأمور الميتولوجي الأمازيغية هي قريبة جدا من الميتولوجي متع اليونان ومتع روما ونعرفوا إحنا الميتولوجيا اليونانية والرومانية هي ميتولوجيا جدا غنية ولأن شمال إفريقيا موجودة في منطقة من بين ما يسمى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تم أخذ الآلهة متاحة اللي هي توقبر آلهة خاصة بها وتبنتها حضارة أخرى كما أن شمال إفريقيا تبنى آلهة متاح حضارة أخرى إذن ما كانش هناك مشكل في شمال إفريقيا في المعتقدات الحاجة الوحيدة والميزة اللي تمتاز بها الشمال إفريقيا هي إنها لا تجعل رسما ولا صنما للإله عمرها ما ترسموا بينما اليونان والشرق الأوسط كانوا يرسمون الإله ويعملونه صنم وكذا الشمال الإفريقيين يعملونه إيقونة إيقونة يعني الشكل بحرف من الحروب يرمز إليه أو لا يذكروه أصلا ما يتكلموش عليه أصلا وإنما يتكلموا على ما يسمى بالملوك هدايا معانتها حاجة ميزة إن الشمال الإفريقيين لا يتكلمون عن رب أصلا هداف عليش كلمة رب مشكلة يعني مش موجودة في الأمازيغية يعني نلقاه عدة أسماء ولكن هي ليس في الحقيقة ليس آلهة وإنما ملوك هنا نحب نذكر لكم بعض الملوك اللي هي تعتبر آلهة عند الأمازيغ نبدأ بأحد من عرشك النجم نوري تصور النجم نوري الصور نجم نوري صور إذا فيه عندك ممكن أنا أوريه يعني ناصب بشنا نعاول حاول نجرب مرة أخرى عندي واحد يحل الصور مشوفوش نحلو بهذا بكتر بيو نحن نتحلش به نحن نشوفه هكا سامحونا اي اها هذا الاله هذا الاله يا سيدي معروف هو صحيح معروف عند عند اليونانيين هو بوسدون وهو اله البحر صحيح هذا الاله يعتبر كما قلت لك الالهة في شمال افريقيا او ما يسمى بالملوك الي يحكموا شمال افريقيا بعضهم خاصين بالامازيغ وحدهم وبعضهم مشتركين مع اوروبا وبعضهم مشتركين مع مصر خلينا نبدأوا بهذا الاله هنا طبعا الالهة الي عدتها بالعشرات تفايل بأكبر الالهات الي موجودة عند الامازيغ هذا يبو سيدون الي معروف هذيك الصورة متاعه عنده صور كثيرة منها صورة هو اله البحر فانت اله البحر شوفوها صورة هذي زادا شوفوها الصورة الصورة هي هي الاله هاي هذك هو اله البحر الصورة وارحة جدا كانت هاي وهذا هو معروف بثلاثة أسهم شوفو فيها آه واضحة الصورة واضحة هذا الاله بو سيدون مع انت بأك رغم اللي هو مع انت التشبيه متاعه والتمثيل متاعه موجود عند الاغريق ولكن عندما نرجع الهيرودوت وغيرهم يؤكدون انه اله مئة في المئة أمازيغي وهو كان يحمي البحار ونرجع القصة آه موجودة عند آه التوانسا على مسألة سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد هو كان هو الآن يعتبر آه ولي صالح آه ولكن لو نرجع للتاريخ متاع سيدي بوسعيد نلقاه تقترب فكرته من فكرة آه بوسيدون لماذا؟ لأن كانوا البحارة قبل ما يخرجوا للبحر لأنهم يقدموا قربان لهذا الشخص فأنت قبل خروجه للبحر لأكي يحميهم من البحر وهو مع أنت معروف كإله البحر وبراحة أعماق أعماق البحر وما يسمى كل ما يقص البحار أينما كان هذا الإله لو ترجعوا للمصادر تقوه مع أنت مئة في المئة أمازيغي آه رغم اللي موجود في الميتولوجيا آه آه يونانية فهمت وهو هذا الإله آه معنى هو أب البطل الأسطوري الأمازيغي أنتيوس أنتيوس هذا عبارة على عنطر عند العرب فهمت أو هيركول عند الواحد أنتيوس هذا شخصية قوية جدا وهو آلهة أيضا آلهة من الآلهات معنى موجودة هذا أنتيوس هذا إله مئة في المئة مئة في المئة في المازيغي نوريك القبر متاعه موجود في المغرب هو القبر متاعه هذا القبر متاعه لحظة المشكلة ما نجمش نعدي الصور وربع بها ما فانتش علاش تشوفوا القبر متاعه أصبر ما نجمش نعدي الصور هنا بعضها ما نعرف هو أحسن أظن كريم يعني إذا صور ورسول هذا ما تتعداش الصور هذا القبر أنتيوس هذا يجي ابن بوسيدون وهو إله القوة والشجاعة وهو مصارع كبير ويقال على حتم الميتيولوجيا الأمازيغية حتى أن كهف هيركول اللي موجود في المغرب الآن يقول أن ابن بوسيدون تصارع معه هيركول وغلبه والآن موجود في المغرب كهف يطلق علي كهف هيركول إذن هذا من الآلهة المعروفة والتي بوسيدون وعنده طبعا أولاد وعنده كل شيء ما نشفش ندخلوا في التفاصيل بتاعهم لأن الآلهات كما قلت لكم ياسر كثير نمشي طبعا الإله نوع ثاني اللي هو الإله اللي مشترك فيه الأمازيغ مع المصريين وهو آمون آمون معروف لهو إله مصري ولكن الدراسات الأخيرة دعونا نوقف الواحد السورة الدراسات الأخيرة أثبتت أن آمون هو في الحقيقة ينتمي للآلهة المصرية الغربية ونحن نعرف أن غرب مصر هما آمازيغ وبالذات معبد آمون موجود يعني في منقطة سيوى سيوى لي هي إلى الآن آمازيغية آمون وتنجينا ندرسه في كلمة آمون نقول أنه جاي من كلمة آمان آمان بالآمازيغية يعني الماء وهو بالفعل هو إله الماء تنتمي ومن هنا تأتي كلمة اللي عندنا أحنا في تونس وفي شمال تريقيا كلمة آمان 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 يعني بحق آمون بحق آمون وتنجيهم قول لك آمان أعطيني الكأس يعني من فضلك أعطيني الكأس يعني بحق آمون أعطيني الكأس وهي هاي وحكينا فيها بس ما تسجلت الحلقة الأسبوع الماضي يعني كلمة موجودة في التراس الحلبي حتى الأغاني صباح فخري كلتنا بنسمع فيها آمان 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 يعني هل هل وفي حتى بثقافتنا الشرق أوسطية آمان دخيل لا تروح آمان دخيل لا تساوي آمان دخيل خود من نهاية يعني وبالفعل يعني موجودة قوططية منتشرة ولكن صدقني يا أخي كريم أنا لحد الساعة هاي يعني لأ الأسبوع الماضي أنا تعرفت عليها ويعني أقول مسجلة حالا يعني حتى تعرفت شو معنى كلمة آمان يعني موجودة بالأغاني بالموشحات بأغانينا ومنذ الصغر نسمعها ولكن أنا ما بعرف معناته بصراحة هي جاية من كلمة آمون وآمون جاي من كلمة آمان آمان يعني المال يعني في الأمازيغية الماء اسمه آمان والخبز اسمه أغروم وإحنا نعرفه في اللغات وآمان موجود في كل شمال بلقي يعني مش نعرف اللغة اللي هي عندها أصل واحد يقول ننظر من الكلمات الأساسية والكلمات الأساسية شنية هي الماء والخبز فهمت هي نجمش نعطي كل التفاصيل وقتها الجيش الفارسي احتل مصر وآراد أن يدمر معبد آمون فهمت الجيش الفارسي وإلى الآن ما يعرفوش كيف اختفى ويقال على حسب الأسطورة الأمازيغية أن آمون بلعو فهمت يعني خذال ولهذا اليونان عندما أرادوا أن يغزوا مصر بعد فترة طويلة طلبوا من يعني الكهنة اليونانيين طلبوا من الجيش اليوناني أن يقدم قربان لآمون قبل أن يدخل مصر فهمت يعني هذه مع أنت رأي الديانات هي في الحقيقة تراكمات تراكمات يعني مثلا تلقاها شيء مقدس عند الأمازيغ جاءت المسيحية يولي هذاك الشيء يولي وليه صالح مسيحي جاء الإسلام الولي الصالح المسيحي يولي وليه صالح مسلم ومثلا سيدي بوسعيد في تونس كان ولي صالح مسيحي وقبله كان ولي صالح فهمت أمازيغي بوسيدون ولا أحد أولياء أو خدام بوسيدون يعني ديما مورد رزق ديما مورد رزق لأشخاص خريفين المهم يعني آمون هذا معنا من الشخصيات المعروفة آمون اللي هو عند المصريين إله الشمس والريح والخصوبة في الميتيولوجيا المصرية القديمة ولكن وعنده معنى عند المصريين خطر زيما نعرفوا حاجة إن اللغة الأمازيغية تقترب جدا من اللغة المصرية القديمة لماذا؟ لأن أصل العائلة الأمازيغية والعائلة المصرية هي أصل حامي ما عندهش علاقة بالسامية ما هيش لغة سامية الأمازيغية ما هيش لغة سامية والمصرية القديمة ما هيش لغة سامية وذلك تقسيم سام وحام هو تقسيم جيني ولكن مع أنت العلماء الآن من الدراسة اللغة أخذوه لأنه سهل للتعريف و للفهم أما هي نقولوا أحنا لغة أفريقية ولغة آسيوية ما نقولوش لغة أو شرق أوسطية نقولوا لغة شرق أوسطية السامية تبقى بره اللغة شرق أوسط لأن كل اللغات السامية ظهرت في الشرق أوسطية واللغات الحامية هي ظهرت في شماء دفريقيا ومنطقة دفريقيا بينما في المحتقتات سيوى ومنطقة نصر وعند الأمازيغ يذكروه على أساس أنه إله الماء ليس له علاقة لا بإله الشمس ولا الريح ولا الخصوبة ولا الإله المغني وكما قلت لكم تعود الاسم إلى آمان اللي هو الماء نمشيوا الإله آخر بعد ذكرنا إله مشترك بين الأمازيغ واليونانيين واذكرنا إله مشترك اللي هو آمون بين المصريين والأمازيغ الآن نمشيوا الإله معروف جداً وهو أنزار أنزار هذا إله معروف جداً عند الأمازيغ من المغرب إلى مصر وهو ليس إله الماء مثل آمون ولكن هو إله المطر وفي التقاليد الأمازيغية إلى هذه الساعة معروف جداً مش نجم نوري أهوى مثلاً نحكي لكم القصة عن الإله هذا أصبر يمكن لقي الطريقة مشكلة الصور هادو مشكلة ما أصبر سالم حمني خاطر صور يعبروا أكثر من 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 نحاول نحل بحذات راه شوفوها هذي هذي يتسميها عروس أنزار أنزار هذا هو إله تشوفوها أخي جانب نشوفها نشوفها هذي عروس العروس هذي يسيلي أنزار يقول على حسب الميتيولوجيا وفما قصص عليه يعني في الميتيولوجيا الأمازيغية أنه هو ملك المغتر وملك كما نقوله أحنا الزراعة تكثر وكذا 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 هذا قال لك ويظهر عند الأمازيغ على حسب القصص والروايات يظهر على شكل قوس قزح يعني هو لا يشبه ولكن الرمز الذي يرمز إليه هو قوس قزح ويقال أنزار كان مرة يعني يتجول فشاهد امرأة جميلة جدا فأنت شاهد امرأة جميلة أمازيغية فأنت فحبها وقرر أن يتقرب لها ويعلن لها حبه لكن هي رفضت أنها تمشي معاه ولا علاش قتله أنا مولودة في الأرض أنا لا أستطيع أن أذب للسماء لأنه هو إله المطر وإله السماء فأنت قالها إيجا معايا للسماء قتله لا ياخلي غضب ووقف عليهم المطر معاتش فما مطر ياخي الناس مشاوا يرجوها ويطلبوا فيها قالوا لها عرّس بيه وخليجين المطر كذا من ذلك الوقت أصبحت المعتقدات إلى يومنا هذا حتى ما يسمى بصلاة الاستسقاء يخرجون دمية ينبسوها حيلي وكل شيء ويخرجوا يقولوا أنزار أنزار أعطينا هاي خطيبتك وأعطينا المطر إلى وقتنا الحاضر يعني موجودة مع العابد هذه ومعروفة يعني في تونس معروفة الحقيقية من المغرب هو إله أمازيغي مئة في مئة وإلى وقتنا الحاضر مزال يعترف به فأنت يعني كإله فأنت إذن اللي حبيتنا نقوله اللي الأمازيغ في شمال إفريقيا هي تعتبر شعوب من الشعوب التي تميل للتدين ولكن ليس للتدين بالمفهوم الشرقي وإنما بالمفهوم كما نقوله أحنا الروحاني هذاك علش نلقاو اللي المذهب السوفي كان أكثر انتشار في شمال إفريقيا فأنت من معانتها مناطق أخرى يعني خاصة معانتها في 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 تونس وتزاير يعني المذهب السوفية كانت لها صيد كبير نذكر لك الآن إله وحد آخر حبيتنا نذكره مهم زادة هو إله أطلس أطلس رغم اللي ينسبوه لليونانيين ولكن كلهم يعترفوا اللي هو إله أمازيغي والأطلس موجود في شمال إفريقيا تم تجابل الأطلس ويعتبر إله راطع السماء رغم اللي هما يرسموه في الرسومة بتاعهم اليونانيين على أساس إن إنه إله يعني يهز الأرض على ظهره فأنت يوريوه يوريوه هو هازز الأرض على ظهره ولكن في الميتيولوجيا الأمازيغية هو هازز السماء يعني هو عمود السماء ليس هازز الأرض على ظهره وذلك معانتها المغالطة اللي موجودة من بين التفكير يوناني حتى الإله ما يمشي لمنطقة أخرى ياخذ تفكير على حسب خسارة والله عندي صور جدا المهمين حبيت نوريهم ما عرفتش كيفاش نوريهم يعني لماذا 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 لا يمكن أن نرى الصور هو لو تشيل هالصورة هاي بترجع تقدر أيها ما تعب واحد يتعب يعني في الواحد يتعب في الحلان والتسكير فهمت؟ يتعب يعني حبيت يعني نعدي ورا بعضه فهمت؟ ملقيتش طريقة بش نعدي ورا بعضه مفميش هذك عليش أنا السنحوني أظن أظن سوية سايد شادو يمكن إذا سايد شادو سايد شادو بتعدي لحالة بس على الشاشة بصير سودة أظن يعني شكور برنامج هذا هذا هو إله أطلس هذا الإله الأطلس الذي يرسمه اليونانيين على أنه رافع الأرض ولكن في الميتولوجيا الأمازيغية هو رافع السماوة لو نشوفه الأطلس أنت يمكن ما تعرش جبال الأطلس جبال الأطلس عالية جدا يعني توصل الـ 5,000 و 6,000 متر قوقع مستوى البحر يقال أن ابن زيوس يقول أن الأطلس أنه ابن زيوس وهو إله الحرب المعنى وعندما نرجع الكلمة الأطلس عندما نشوفوها في اللغة الأمازيغية ننقاوها المعنى المتاحة هو مقبرة الشمس وهناك من يقول هو ذهاب النهار أو مدفنة النهار يعني هنا أحد الأمازيغ الأخوة طلبت منه مع أنت بشعتيني تفسير لكلمة الأطلس شنو قال لي بالضبط؟ في الأغلب المعنى يكون قريب للظلام أطل أس معناه دفن النهار ويمكن أن نترجمه مقبرة الشمس ولكن يقال أن أصل الكلمة أطلس هو أط أس يعني لف النهار أو تلاس أي قدوم الظلمات يعني هذا مع أنت التفسير مع أنت من الكلمة الأطلس اللي هو ما ينسبوها الإله خلنوا من ناحية ذلك الإله اليوناني المهم الأطلس هذا من الآلهة المعروفة عند الأمازيغ مع أنت اللي هو يعتبر إله النجم يقوله أحنا يحمي من الدمار لأنه هو رافع الأرض كان ينحي يروحه فانت السماء تهبط علينا على حسب المعتقد يعني هنا يوريك أن الأمازيغ ما همش ناس حشاك حمير كما كانوا يقولوا يعني لو عندهم ميتيولوجيا وأفكار كما هذه ما همش ناس حمير ما يعرفوا شيء فانت بالعكس هم كانوا أشخاص يعني يؤمنون بقوة الطبيعة وقوة الأرض خلنا نتلع لديه الآلهة أخرى أخي كريمي يعني عندهم هم شعب كشعوب العالم كلها ولكن ما كان عندهم النزعة العدائية للفتوحات أو ما يسمى الغزوات يعني يغزوا بلاد غيرهم يعني هاي النزعة هاي ما كانت عندهم الأمازيغ الأمازيغ وعمرهم فكروا باحتلال أرض وطولنا نرجع لك بعض لنتكلم لك على إيلات ثانية مش نتكلم لك علاش الأمازيغ معانتها ما احتلوش حتى دولة يعني حتى فهمت الادعاء خطر هناك فما هناك غلوب مع الأسف من بعض الأمازيغ إنهم ينقلون أساطير كاذبة أنا أحاول يا جون في المعلومات اللي نعطي فيهم هوني في الفيديوهات متاعك صدقني المعلومات اللي موجودة كثيرة جداً ولكن أكتفي بما هو أكيد وما هو الثابت أما الذي فيه شبهات ما نحبش ندخل فيه فهمتها خلينا نمشيو الآلهة أخرى اللي هي مشاركين فيها الأمازيغ الفينيقيين اللي هي آلهة تانيت فهمتها وهي إلهة الخصب والعطاء فهمتها؟ يعني هذه آلهة تانيت معروفة وهي متمثلة بالنجمة بالنجمة اللي هما تقول النجمة اللي موجودة في العالم الدونسي والعالم الجزائري هي نجمة إسلامية هي في الحقيقة ليس نجمة إسلامية هي نجمة أمازيغية تمثل آلهة تانيت والتي هي آلهة الخصب والجمال فهمتها؟ وهي الآلهة يعني متقاربة مع الفينيقيين حتى اليونان ما انتخذوها أظن وهي آلهة زدت تمثل بالمثلث وعندما في الصور ما نجمش نعطيهم المرأة في تونس أو في الشمال الأفريقية قبل ما تتزوج تعمل يديها هكا وتجي الداخل على زوجها وهذا هو تمثل تانيت تانيت هي هذه يعني بشيوريك اللي في العادات انتحنا العادية هناك تقاليد قديمة جداً هناك تقاليد قديمة جداً هنا بشيوريك بعد أهمية الآلهة هذه التانيت كانت حتى الكاهنة ولا غيرهم مع الملوك الأمازيغ كانوا عندما يمشوف الحروب يقدموا قربين لكل أنواع الآلهة حتى إنها سؤل أحد الملوك نظن ما سينيسا قالوا له أنت على أي دين قالوا أنا على دين كل شعبي كان يهودي أنا يهودي كان مسيحي أنا مسيحي كان يعبد تانيت أنا نعبد تانيت يعني شوف الذكاء أنا أنا على دين كل شعبي يقول أنا على دين كل شعبي لا نقول لك أنا على دين الأغلبية فقط بشيوريك التسامح والتفتح اللي موجود عند الأمازيغ يعني في المعتقد الدحم ثم ننتقل الإله الكبير اللي هو آكوش والذي هو في الحقيقة كما قلت لك عندما نرجع لل في الحقيقة وقع جدال كبير ما هو اسم الله عند الأمازيغ هدايا طرح عندما دخلت المسيحية لشمال إفريقيا وعندما دخل الإسلام لشمال إفريقيا طرحت مشكلة كيف نسمي الله بالأمازيغية فلم يجدوا له اسم لأن ليس هناك الله أصلاً بالأمازيغية ليس هناك الله هو مش يقوله يقوله فما شي ما نعرفوش باعت ملوكي تحكمه في الكون هو إله الماء، إله المطر، إله السماء، إله الشمس، إله الظلمة، إله النهار كل حاجة أعطوها اسم اللي يعتبروهم ملوك ما همش آلهة وأنهم إله يجمحهم ما عندهمش ما عندهمش إله يجمحهم بل هناك تريد بالفكر الإلحادي أو يعني بالفكر القديم خلينا نقول أنا بلاقي فيها مثل الأفكار الإبراهيمية أنه في الله ولكن في ملائكة هذا الشيء هذا ملاك إسرافيل للقتل لتدمير العالم وهذا جبرايل ويودي رساله إلى محمد وعلى نفس النمط نفس النمط هي في الحقيقة أخ جون، فكرة الإله الإبراهيمي ظهرت متأخرة جداً خطر قبل كانت الملائكة هي تقدس أكثر من الله، الله ما يعرفوه يقولوا الحاجة هذيك تحكم فيها حاجة خفيفة يعني هذيك هم التفكير بتاعهم على حصد المستوى بتاعهم في ذلك الوقت من بعد الخبض كما نقوله إحنا أن الشيطان الإبراهيمية رجعت هذيك الآله المتعددة رجعتها ملايكة إسرافيل وميكايل وعزراين وكذا 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 ميكايل وكل واحد مع تعارض وطيحت قيمة هالأشياء هذه وجعلت إله فوقهم مجهولة وعطته هو الأهمية عليهم وجعلتهم هذو ما يعني الملائكة اللي كانوا آلهة جعلتهم يعني في خدمة هذا الإله الرب المزعوم الإبراهيمي هذا هو الفرق أما في الحقيقة الديانة في الأول لم يكن هناك رب مزعوم ما كانش موجودة أصلا معناتها منقدر ناخد هلا استنتاج أنه الديانات الإبراهيمية هي استمرارية لهالديانات البقية أو يعني الماء المد طبع هلا الديانات هاي ما انتهت الديانات هاي تحولت بشكل من الأشكال إلى الديانات الإبراهيمية شي طبيعي أخ جون لأنه لا شيء يضيع يعني ميجيش مثلا النبي مهما كان ميجيب لهم حاجة خارجة على المعلوم هو بيدو محمد وقته جاء يعني يجيب لهم الديانات بتاعهم اللي موجودة وقتها غاديك يعني غير بدل الخبث في الديانة الإبراهيمية الخبث اللي موجود في الديانة الإبراهيمية هي فكرة الرسالة يعني أنا ممثل الله قبل ما كانش فما ممثل الله يعني هذاك مثلا إله البرق أو إله المطر أي إنسان يمشي يحكي معه ما فمش نبي مثله يعني هو في الحقيقة ذلك الإله المطر أو إله الشمس أو ملك حاكم الشمس أو حاكم المطر لا يرسل رسل إلى الأرض يعني هو يتصرف واحده هو يعبد للأرض يحل المشاكله يعني ذلك علاقة مباشرة أو مثلا أنظار أنظار ما عندهوش نبي ما يعملش نبي فهمت ولا آمون ما يعملش نبي هو يعبد وذي المحقول راو تجي تشوفه كان جاف أما إله يعبد واحد ويعكي شنو يبعط لي رسول طوى أنتي كان جيت مالك وتحب تكلم ناس تمشي أنتي ولا طبعة رسول طبعش أنا روح أنا ها؟ روح أنا ها تروح أنت ياسر ما كي ليه فهمت؟ يعني قبل كانت الآلهة متصلة بالبشر بل متزوجة تحب وتكره وتعرس وأنصاف الآلهة وأنصاف كذا وكانت إنشة كانت حياة طبعا كلمة تعرّس يعني بال لا تعرّس يعني تعرض ع Él كانت اصدقائنا يعني تزوج عنا بالشامي تعريص شيئة تانية أي نعرب إذن قبل فالميتيولوجيات الق stopped المعتقدات القديمة كانت هناك حياة بين الآلهة والإنسان يعني كانت هناك حياة وحركة ومعنتها وامور يعني عيشة بينما عندما جاءت التيارات الإبراهيمية جعلت حجاب حجاب بين البشر وبدأت تخوف في الناس وبدأت تخوف في الناس وجنة ونار ومعبقار هذه المخارب قطر إذا نمشيوا الأكوش وعندما جاءوا يناقشوا في الحقيقة مثلا اقتراح أكوشكا هو اسم للرب مش الإلهة اسم للرب هي فكرة البغراطيين اللي حكيتلك عليهم برغواطة يعني الديانة البغراطية هي اللي اختارت الأكوش أكوش معنتها إلى عند الأمازيغ معروفين الأمازيغ أنهم يتقنون ويصنعون ويحبون صنع الخبز بكل أنواعه حتى عندهم الفرن الفرن مثلا في تونس نسميه كوشة كوشة جاية من أكوش هذا أكوش هو يسميه إله النار أو إله الإنتاج أو إله التحويل يحول هذا أكوش كان أخذوها البغراطية عندها كإله ثم أخذوه عنهم الخوارج ولعلمك أن أول من صنف وكتب في الدين الخارج الخوارج ومجلدات وفصلت الدين الخارج وأصبح المذهب الخارجي ما عادش مذهب عنفي ولا مذهب مسالم ومذهب إنساني هم الأمازيغ حتى أن سلطنة عمال تعود للمصادر الأمازيغية وتترجمها بالعربية لكي تطبق مع أنت قد نعرف وإحنا في عمال الديانة الغالبة هي المذهب الغالب هو الخوارج والخوارج متاع العمال عمركش سمعت واحد عمان يفجره عمركش سمعت تعرف في المدرسة في عمال يدرسوهم كل المذهب وكل الأديان تدخل المسجد في عمال تلقى إنسان يصلي هك وإنسان يصلي الشيعي وإنسان يصلي مالك وشيبي عم يهمهم يجيوا بالولاد يقولوا لهم قولة مهمة الطريق إلى الله بعدد أنفس الخلائق واو ياريت كل المساجد تدرس الشيء هاد يعني يعني رأوا الطريق مش توصل للربي مش خصة أنت طريقك ولا طريقي وهذاك طريقي وكل واحد طريقي هذه كأمور خاصة إذن في سلطنة عمان وكا واحد يصلي شيعي ولا يصلي سني ولا شابعي ولا حنبلي ولا سلبي ولا حاجة حتى أحد ما يكلمه والسني يصلي مع الشيعي والشيعي يصلي مع الشيعي عندما حاجة وهذه من طبيع الأمازيغ كما قلت لك من الصفة المعروفة عند الأمازيغ وهناك نرجع لك الأكوش أكوش ماذا يقول؟ يقول قولة معروفة يعني إني باحث التاريخ يقول لك أنا لا أطلب ولا أبل ولا أهل مصر أن يعبدوني ولكن أرفض شعبي يعبد إله غيري فهمت؟ يعني هو شنو يقولي؟ ويقول قولة أخرى يقول لك لكل أرض إله ومن عبد غير إله أرضه فهو خائل هذا يتسمى الكافر هذاك علش الخوارج في شمال إثريقيا ما كانوش يستعملوا كلمة الله أصلاً في معناتها الديانة يعني الأمازيغية ما يرفضوا معناتها في الخوارج الأمازيغ يرفضوا كلمة الله أصلاً يقولوا ربي ويقولوا أكوش وقتلك يعني أحد الخوارج الأباضية سئله قال له من ينكر أكوش قال له من ينكر أكوش كأنما نكر الله يعني هذه مسألة معناتها معروفة إذن أكوش كان إله نجمه نقوله يرفض الغزو يرفض يرفض أصلاً يعني ضد أي غزو يعني ديانة تنتقل منطقة أخرى ولا حاجة كان معناتها عنده معناتها معتقد إن كل منطقة الإلهة متاحها لازمها يكون من طبيعة متاحها من أرضها من رمالها من شمسها من نورها من كده لهذا الأمازيغ الآن في الوقت الحاضر فهما إسماء أخرى فهما كلمة يقولوها الأمازيغ على الله هي بابا اللي هي بابا يعني أبي فهمت بابا بابا هي جاية معنات هي يتلقوها حتى مثلاً انتوا في الأمازيغ تمشي مثلاً معناتك أمازيغ في المغرب ولا حاجة تلقاهم يقولوا سيدي ربي ما يقولوش سيدي الله كلمة الله ما ينتقوهاش كليل ينتقوها الله كونش المستعربين المستعربين بدي أسألك أخي كريم يعني نحن بشان ما نضيع وقتنا يعني بالثقافة الأمازيغية إذا في عندك صور لل مثلاً للفلكلور والألبسة عملات قديمة شغلات خاصة بالأمازيغ هاي والله يا عندي ما لازلني نبعثهم لك الكل بش تعديهم أنت كيف على خاطر ما نجمش نعدي أنا هوني فهمت مثلاً نورنيك مثلاً ما نجمش نعدي عندي مشكلة في التعديات إذا تقدر تبعث لي أنا عن الفيسبوك أنا ممكن أطالعهم وأعرضهم لل يعني الناس في الكلور الأمازيغي إذا في عملات مثلاً إذا في حفورات أشياء من القبيل هاي يعني بش نبعث لك أنا توا على الفيسبوك نبعث لك على الفيسبوك ويمكن أن نعلق عليهم ولا حاجة فأنت ما نعرش كان نجم نعلق عليهم ما نجمش هاي لازم كنتي تتكلم هذيك المشكلة أنا عندي مشكلة في الواحد هدايا بتاعنا أه طبعاً أنا بس أنا إذا تكلمت ما راح عرف أعبر وبصراحة يعني هذيك المشكلة المشكلة هي هادية فأنت أنا مع أنتظم نحلهم الكل فأنت ممكن ممكن نعرضها للحظة هاني لقي الطريقة أصبر تمام هاني لقي الطريقة أصبر سامحونا إمكانياتنا مطواضعة ونحن عمنا الـ CNN أصبر فكلو نحن مسؤنيين عمنا الـ CNN السنين كان جدا أنا السنين رانا مش نتعدى وفيها من خلي ونش نتعدى لا تعرف عملت المهم ما نجمتش كل اللي معادي ليش مثلاً هم أغربلك مثالة ده يتبر أحد الملوك الأمازيغ مرة الأخرى دماج ها تشوفوه هدا ها شايفينه هاي تشوفي هدا ها هاني فنعمل حكا تشوف فاصل مش نعمل طريقة أخرى نشوفوها تمشي ولا لا هدا أحد ملوك الأمازيغ نعطيكم مثلاً صورة نشوفوها تراه تمشي أصبر ها ما نتمشيش نره مشكلة 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 عارك شبش نعمل أخي كريم أنت حط الصور كلهم بملف واحد ما هيك؟ أي حطت صور بملف واحد طالع الصورة وعملها double click بتعود بتعدي لحظة متعديش جربت هاني هاني حالة صورة هاني حالة صورة هاني مشي ال screen هاده مش موجودة هاو ما الصور موجودين شفتهم هاكا تشوفوا كين حالة الصورة اه شايفهم ممكن تعمل double click مثلا تفتح الصوت اي عملت double click تاوي وتمشية متتشافش متتشافش أصلا فماش double click click متتشافش اصبر هاكا تشوف اه ها 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 يا طريقة اصبر سيقيتها سامحونا مع النش تكنولوجيا لازمنا وليهم ها 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 تشوفها اه طبعا قبل عشرات الالايبسينين لو تشوفوا مع طرم نشاك فشelpسين ها دي حفل closed ها دي حفل اامازيغية قديمة ترحبش نعدي نشوف تمشي ولا هذه هذه طبيعة أمازيغية إنهم يحلقون كل شعرهم الأطفال الصغار ويتركوا ما يسمى الشوشة الشوشة هي خصلة من الشعر تشوف فيها أشوف فيها والطريقة رائعة يعني فضل هذا قبل كانوا يعملوها الأمازيغ عندها بشي عبروا على روح نجمقون وإحنا روح الشجاعة وروح الكرامة ولكن الآن أصبحت تعمل عندما يطهروا لليد وقت يطهروا فأنت خبرنا أمازيغ قبل ما كانوا يطهروا نمشي للصورة لبعدها هذا يا بوسيتون اللي حكيت لكم عليه هذه كتابة أمازيغية على الحجر وسئلة بعض الأعراب قالوا لماذا أنتم الأمازيغ لم تكتبوا على الورق هذا هي نكتة يعني عبارة على نكتة يعني واحد الأعراب يعني يتفخر على أحد الهمازيغ قالوا أحنا كتبنا على الجلود وكتبنا على الورق وكذا وهي مش لغتهم ومش كتابتهم كتابة رمية قالوا لأننا نعرفوا أن أشخاص كيفكم بشي جيونا ويحرقون ينكتبوا هذاك عليش كتبنا على الحجر لكي يبقى منقوش للأبد خطر نعرفكم متنجموش تحرقوهم هذه معتقدات أمازيغية قديمة يوريك الجسد والروح الجسد والروح يعني كل إنسان عنده جسد وروح هذي معنتها منقوشة على الحجر فمت نمشي ولي بعدها هذي يزيدا كتابة أمازيغية قديمة هذي تانيت شوف تانيت كيفش هزا يدها هذي هي تانيت والآن في العروسات فمت في الزواج يعملوا هذي الطريقة فمت الآن في الوقت الحاضر هذي يزيدا كيف كيف معنت النقوش من العصر الحجري فمت وتقبل لما يظهر الإنسان في شمال إفريقيا يعني يقول لك معنت الأمازيغ مش سكان الأصليين شمال إفريقيا هذي أطلس اللي عند اليونان هو حامل الأرض وفي الحقيقة في الميتيولوجيا الأمازيغية هو حامل السماء وهو العمود الذي يقول عنه القرآن عمود لا تروه هو أطلس اللي هو حامل الواحد هذا قبر ابن بوسيدون فمت قبر بتاعه شوف الجمال على المنطقة والواحد هذي كتابة أمازيغية قديمة على الحجر منحوتة هذا قبر أحد الملوك الأمازيغ شوف مجعول على شكل أهرام تقريبا على شكل أهرام ويسميوها الأهرام الأمازيغية أيضا لأن هناك أهرام أمازيغية وهي مثل في مصر في القبر وهنا نرى التقارب الأمازيغي المصري يعني مرتبط ارتباط كل مصر بشمال إفريقيا الأمازيغية هذه نقوشات من عصر الحجري وقت كان العرب مش موجودين أصلا فليس لهم موجود كانوا الأمازيغ يرسمون بالألوان في المغارات هذه التسيلي بين المغرب وبين ليبيا والجزائر هذه السيوة مدينة السيوة في مصر يعني شوف المناطق الأثرية القديمة هذا 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 اسمه أنزار عندما شاف الجميلة التي تسبح في النهر وطلبها للزواج فرفضت فجف كل أنهار بكي فأنت تقبل هي الزواج به هذه تانيت هذه تانيت هذا أنزار هذا هو أنزار أنزار هذا رسمي أنزار عند اليوناني هذه كتابة أمازيغية قديمة على بقرة البقرة لو تشوفوا البقرة عندها قرون طويلة يعني مثل قرون بتاع البقر الإفريقي هذا بوسيدون خلنمش هذه اسمه هذه خطيبة أنزار الي يخرجوا بيها العروس هذه كتابة أمازيغية هذا قبر هذا قبر أيضا فهمت هذية خطيبة أنزار يعني هل تشوف مع أنتا الثراء هذه نفس الشيء فأنت حتى أنهم يضعوا هذية الحقول يجوا الحق البعض ليزرعوا القمحة والشعير يحطون امرأة بش يغروا أنزار بش يجي يصب عليها المطر خطر هو كي يجي يصب المطر إذن هذا اللي قتلك عليه اللي صارح هيرتون اللي وردتك القبر متاعه فهمت المعروف زد آلهة هذية رسم متاع قوى الخير وقوى الشر على الحجر في شمال أفريقيا الغول ما نسميحنا الغول اللي عند الشرقيين هو الجنة والشيطان ولا حاجة فهمت باهي هذا الجيش المصري الجيش المصري كان كل جندي عنده صفة عندك الزنجي عنده لبسة خاصة المصري عنده لبسة خاصة والشرق أوسطي عنده لبسة خاصة الأمازيغي معروف عنده ريشتين فقراصه وفي الحقيقة أنا ما نش فهم حكاية ريشتين خطرح عانا مثال في تونس واحد يتكبر يقول وش كونك انت يا أخي عندك ريشة فقراصك فهمت ولو ترجع لو ترجع استعمال الريش فوق الرأس هباية معانتها قديمة جدا ش كون يستعملها يستعملها الهنود الحمر الهنود الحمر هنابشي وري طمع معانتها هي قصة أمازيغية طويلة تحكي على الميتيولوجيا تقول إنها كانت أرض قريبة للأرض متاعنا وابتعدت عنا فهم إخوتنا يقصد على الهنود الحمر ولو نشوفوا المرأة الأمازونية طبيعة المرأة الأمازونية المحاربة نلقاوا نفس الشي عند الطوارق في بالقليل الطوارق للمرأة العيب ليس الرجل يقول للمرأة الراجل يقول للمرأة عيب كبير أما المرأة يقول للمرأة الراجل ليس عيب تعلمت والمرأة الراجل الوقت يبدأ مسافر ويرجع من السافر ما عندوش الحق يمشي يدخل لداره مباشرة بلكش يكون بحدها الراجل آخر لازم يمشي عند صاحبه يقعد نهارين ثلاثة ويعلمها بش يجيها وكالراجل يطلق للمرأة الراجل يخرج بالدار ويضطرد ويصبح منبوضه حتى مرأة ما عادش تاخده حتى فما قصة يقال عند مجاه الإسلام عند الطوارق فرضوا الحجاب على النساء فالنساء رفضت فاعتزلت الرجال وهربت في الصحراء وقررت أن تحارب مع الرجال حرب واللي ينتصر هو اللي يلبس الحجاب طبعاً هذا قصة فانتروا الرواية فانتصروا النساء لأن الرجال كانوا عندهم كثير لم ينكحوا نساهم كانوا تهبانين خسروا المعركة فلهذا ترقي إلى الآن يلبسه ويغطي وجهه وعندهم عيب أن الرجل يظهر شعره قدم امرأة فانتر نمشي وهذاك معناتها لفقراء سوريشا هذي قبر أمازيغي هذي أحد الآلهة الأمازيغ هذي الجرارة اللي قلت لك عليها إن الأمازيغ كانوا هما أول ما استعملوا المجر العربة بتلاثة عجانات اللي تجري في الرمال خطر في الرمل ما تنجمش تمشي عجلة بزوز عجلات تتكسر فهمت؟ بينما بتلاثة عجلات تتنجم هذا شي اسمه بوسيدون هذا بوسيدون زادة اللي وريته لك مرة الأخرى بوسيدون هو معروف بوسيدون بالحرب متاعه هذي مقبرة أمازيغية قديمة جدا 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 يعني عندها تقريبا أكثر من 5000 و 6000 سنة فهمت؟ شوفوا هذي معانتها زادة رسم يوريك معانتها الفرحة أو العيد عند الأمازيغ فهمت قديمة هذي واحد نعش اسمها زرافة زرافة شوفوا هذي الصورة هذي الصورة هذي جدا قديمة هذي في تسليل بين ليبيا والجزائر شوف إنساء الأمازيغية قداش كانوا معانتها جميلات ويلبسوا الألوان وماشتين شعرهم يستعملوا ماشتة الشعر فهمت؟ يعني ما همش معانتها أشخاص معانتها حفايا وعايشين في الجبال فهمت؟ هذي قبر ماسينيسا قبر ماسينيسا هذي أحد الملوك الأمازيغ فهمت؟ إذن نظن هذو ما هم الساوع فهمت؟ المهمة ابن عرش كان تعرف ساعة تواعينا في بلك صار ساعة وعشر دقائق تقريب عشر دقائق إذن هذا أنا حبيت نختم الكلام هنا أقول إن الشعب عنده تاريخ وعنده ميتولوجيا وعنده معتقد وعنده تسابح في المعتقد متاعه يعني الأمازيغي مهموش أنت دينك شنوه لأن الحاجة اللي تجمحهم هي الأرض كما قال الكاهنة أنا لا أعرض إله غير إله الأرض إذن نظن أعطيت فكرة حول المعتقدات الأمازيغية والمرة القادمة بش نتكلم عن حركة تغيير شمال إفريقيا ونظن ننتهي وكان عندكم أسألة طبعا مرحبا بكم أنا رفت الحقيقة يا جون وقتا نجي بش نعمل مقابلة معاك المعلومات عندي كثيرة لكن كل ما يكفيش الوقت في مثال الوقت ما يكفيش أما خذيتوا فكرة في الحلقات هذه إنها الأمازيغ راههم شعب قائم بذاته وإنها موجود من عصر التاريخ وإنها أقدم من العرب وأقدم من كثير من الشعوب الأخرى وهو شعب قصيل وشكرا ولو عندكم أسألة مرحبا بكم بكل تأكيد أخوي كريمي يعني شعب قصيل بكل معمال كلمة وصراحة يعني جريمة 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 بحق الشعب هذا إنه نحن ما نعرف شيء عن الشعب هذا ورغم إنه يعني جم بعض وإننا بعيدين عن بعض وشعوب طيلة يعني يعني مثلا الأكراد أنا أنا ذات نفسي أجهل يعني أغلب الثقافة الكردية للأسف الشديد بسياسة التعريب البعثيين وسياسة التعريب الإسلاميين من 1400 سنة إلى حد الساعة هاي على كل الأصدقائي أنا فتحت السكايب وياريت إذا في عنكم أي أسئلة تتصلوا فينا وتبعتونا أسئلتكم رح نشوف إذا هون أصدقائنا على التشات إذا في أي شيء ممكن غير الحوارات هاي اللي يعني عم بيللي فلتكتفي بهذا القدر بصراحة يعني ما في شيء أصدقائنا موجود حضور ولا خطرحنا ما عملنا لهج دعاية المرة هاي لا لا فيه جمهور فيه بصراحة يعني القناة الجديدة هي أول مرة بيصير جمهور عالي لهال تشوف هذا التصور تشوفه؟ آآ هذا اللباس الأمازيغي تشوف فيها؟ آآ شوف فيها ياريت عنديها صورة صورة هيك إذا تشوف فيها صورة صورة؟ ياريت ياريت إذا بتقدر تشوف انتي الآن أم لا؟ آآ آآ شوفها تشوف تصويرها كبيرة يعني؟ آآ بالضبط آآ 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 آ� تشوف فيها هذه البنتة؟ آه نعم نعم شوفت التاج اللي على رأسها شنو فيها؟ أظن كلها ورود و... لا 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 شوف هادم القرون 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 هادم سرقتهم في رنسا وعملت بهم تمثال الحرية وهدته لامريكا شوف عن شو بتعبر كارين؟ هذا القرون هادم اللي موجودين المثلثات هادم شفتم المثلثات هادم اللي تقاهم في تمثال الحرية تعرفوا تمثال الفرية؟ أصبر ها تنوريك تنتال الحرية ها نقول لك شنو ها تنتال الحرية تنتال الحرية شفت ها ها هو تمثال الحرية شوف فيها؟ آآ ها؟ نعم شوفي شوفي تمثال الحرية المثلثات هاي المثلثات هذيك رمز الحرية يعني انا هذيك عند الامازيغ يعني انا حر حتى حد ما يقربني ليقربني نقتله بالسهمة ذاك اللي يمنعني حريتي نقتله فهمت؟ نعم نعم الارتباط قد مو بصراحة يعني تعرف هذو هذو ما المثلثات هما عبارة على سياس شائد اوكي؟ عندما جاءوا الان الفرنسيين احتلوا شمال افريقيا وجدوا الامازيغيات ها هي معنطة تلبسوا الامازيغية وقلوا احنش اللي معنطها معتزة بنفسها فهمت؟ فأخذوها الفكرة وصنعوا بيه تمتال الحرية واعطوه هدية الامريكا وما قالوش اللي هما سرقينه من الامازيغة يعني فهمتني ولا مفهمتنيش جعب؟ اه افهمك تعرف انا انا ما عم بتكلم لانه بشان لما اتكلم انا الصورة بتروح عن الشاشة بشان هيك انا ما عم بحاول اعطيك الفرصة انك تشرح الصور هاي وصولتك الصور اللي عم تطلعها واضحة جدا يعني اتفضل اوكي اوكي الامازيغ معروفين قطل لكم اكثر شي بالالوان ومعروفين ايضا بشي اخر انهم يضعون كثير من المشوهرات الطبيعية فهمت؟ مثل المرشان والزينة ومعروفين ايضا بالمشان هذا لباس امازيغي فهمت؟ فهمت؟ هذا لباس امازيغي تونسي كل منطقة تعرفها باللباس الامازيغي متاحة هذا لباس امازيغي عندك المثلث ذاك ذاك المثلث رمز تانيت فهمت؟ شوف هذو من اللي اللي جاور علمون الحضارة فهمت؟ علمون الحضارة نوريكم المشان لحظة الوشم عند الامازيغ قديم جدا فهمت؟ قديم جدا الوشم عند الامازيغ ثم روايته قال ان الوشم بدأ بعد الاسلام وليس صحيح بعد الاسلام كانت الامازيغيات توشم لكي العرب لا يخذوها عبيد لانهم المسلمين يكرهون الوشام يعتبروه حرام تمتب وهذه فكرة غير صحيحة نوريكم بعض الوشام لحظة الوشام الامازيغي والحقيقة الوشام كان يرمز الى شيئا اخر نوقف هذا الفرتاج نعود نحن الفرتاج اخر لان نفذة اخرى تشوف هكا نعم نشوفها الوشام هذا هو الوشام على البدن هذا يرمز على الارتباط بالارض ها الوشام تشوف فيها التصويره اه وذكرتني بجدتي بصراحة مم كل وش ما عندها معنى شوف هذا الصليب موجود قبل المسيحية والصليب المقفع موجود قبل المسيحية عند الامازيغ هل يرمز الصليب هذا لشيء معينة اخي يا كريم؟ اه والله ما بحثش فيه المثلة اما ما عنديش فكرة ما نكذبش عليك اما توني بحث فيها المثلة خطر انا قريت عليه ان انا اتأكد عد الى مصدر وجدت فيه هو مصدر الماني يقول ان الصليب المقطع وجدوه في صحراء ليبيا ولا في منطق المهمة في صحراء شمال اكريقيا قبل المسيحية بألف سنة فامتا؟ شوف هذا رزززده في الوضن شوفت الصليب الصليب قبل الامازيغية هم يقولوا هذا الحنة الحنة تعرفها الحنة؟ طبعا طبعا كنا نحب عيدنا على العيد العيد داين شوف بعرفيت بالبجوهرات والوشم انتو متوشموا عندكم الوشمة؟ اه في عندنا الوشم بس الوشم انا اللي اعرف اجمع فرنسا يعني على بلادنا اظم بهل يعني مش اصيل الاكرا خطر الوشام معروف هو الوشام اخذوه الفرنسيين هم الذين قالوه للعالم اجمع من عند الامازيغ فهمتا؟ الامازيغ هو اقدم شعب كان يوشم شفت الصليب هوني والصليب هوني شفتا؟ هذا كل واحدة عندها رمز فهمتا؟ اشكل الرموز في الحقيقة اما كل واحدة عندها رمز اقونا يسميها الاخونا يعني جميل جدا فهم احدة على الشات جميع جميع راقدين هني ومع منو مشاهداتك اعلى مشاهداتك من وقت ما فتحت القناة يعني شو قصتهم الشباب هني الشباب اللي بدهم مسألة نارية يعني مثل انتقاد الاديان وشيء كانت تصل ولكن يظهر الثقافة ما لون علاقة فيها فالدين بالثقافة تشوف هادو متصاور ايضا؟ اه اه كلهم اشوفهم تفضل اي شفت هادو يشام اه هادو انواع الويشام هادو انواع الويشام مثلا هادو كل واحدة هادو هم في الحقيقة ويشام ونفس الشيء يرمز مثلا هادو يرمز الى العقرب هذا يرمز الى الكلب فهمت هادو هذا يرمز الانسان وهذا يرمز المرأة فهمت ها اه هاو والش اسمها معانتها الزبابة وحاجات اخرى يعني مش والش اسمها والعنكبوت هذي العنكبوت شرط العنكبوت هذيها العنكبوت هذيك الكتابة الامازيغية الكتابة الامازيغية اذا نظن هذي العصفور هذيها السلام النعون العرشوذية الخطيفة الخطيفة رمز الخطيفة في الحقيقة هم المعتقدات انتاحهم ياسر معتقدات مرتبطة بالطبيعة فانتا ياسر مرتبطة بالطبيعة شوف هذيها الويشام عندها نجمة داود ونجمة داود عندهم ترمز الى قوة السماوة وقوة الارض فانتا المثلث التحت هي قوة السماوة والمثلث الفوق هي قوة الارض اذا نظن نكتفي بهذا القدر انا بدي اسألك اخي طبعا اخي كريم يعني فيه شي عندك من الشعر الامازيغي مثلا يعني فيه اشعار يعني فيه قصص غرامية مثل روميو جوليت موجود موجود لا اذا ممكن لمح عنا تاريخيا لمح عنا ثقافيا اشياء من القبيلات فضل عندهم الامازيغ عندهم ما يسمى المجادلة ما هو المجادلة هي نوع من المجادلة يعني الرجل يقول كلمة والمرأة تقول كلمة الرجل يقول كلمة واللي يغلب هو اللي يكون عنده السيطرة فما عادات اخرى مثلا عند الامازيغ ان هالرجل يمش يخطب المرأة وقتا يخطبها بعد اللي يخطبها لو اتنحي الصورة هاي وبشان نشوفها اوكي اصبر ناحيها وترقينا طريقة كفيش نحطوها ونرقينا طريقة كفيش ناحيها بس عن جد يعني مثل ما هلأ قلت العادات التقاليد الخطبة العادات التقاليد العراق باقي نحكي لكم بصفة عامة قلت لك مثلا فما المشكلة يا جون اني كل منطقة عندها بخصوصية بتاعها في شمال البريقية يعني عندك منطقة الصحراء منطقة الصحراء هي اكثر منطقة ما زالت تحافظ على التقاليد الامازيغية الاصلية مثلا الراجل ما عملوش لحق يطلق لمرأة لمرأة هي يطلق الراجل و المرأة كي ما تشيبش من الراجل تمش تبدل الراجل اخر و عندهم الخيانة العارك الراجل يخول مش كي لمرأة تخول كالعار الكبير الراجل يخول المرأة يطلق من الدار و يطلق من الخيمة و ما حدش عنده حد شيء عندك حاجات اخرى موجودة زادة عند الامازيغ من العادات التقاليد هذه موجودة في منطقة تالودانت يعني جنوب المغرب ان الراجل عندما يخطب المرأة يمشي يخطبها من بعد يمشي على روحه يعدي سنة، السنة هذه لو جاه الخير و لقاء خدمة و مورود حسنة و كل شيء يرجع و يتزوجها لو معمت العام ذاك تعدي عليه كي ما نقوله اسود فهمت؟ يعني يوقف منها يقول كذلك بشو ما علي اذا عندهم شنو عندهم ياسر التشاؤم هما عندهم ياسر كي ما نقوله احنا يعني الطبيعة خطر هما افارقة رحو شمال افريقيا هي افارقة و تعرف انت الشعوب الافريقية عندهم ياسر حسية التشاؤم و التفاؤل فانت هي موجودة في كل الشعوب طبعا مش في الشعب شمال افريقيا برك ولكن عند الشمال الافريقيين او الافارقة تكون اكبر من هذك المسألة فهمت؟ عندك حاجة اخرى الامازيغ الان 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 من الوقت الحاضر الا اخيرا عندها 20 سنة في الافراح انسا تخلط مع الرجال و فماش نسا وحدهم ورجع وحدهم فهمت؟ يعني فما اختلاط كل عادي ما عنيش حتى عقدة من المسألة هذك فانت خاصة طالما انت في الافراح ولا في الاموات ولا في اي مناسبة عمره لا هناك فصل بين المرأة و الرجل فانت بينما الان بقدوم الاسلام العروبي السلافي يعني رغم اللي دخول الاسلام شمال افريقيا لم يستطيع ان يقضي على العادات و التقاليد في الحقيقة الامازيغ رغم اللي هما دخلوا في الاسلام ولكن رغم الاسلام الامازيغي غير بعض هما هدوم السلافيين بيتوى مع انت بالاموال الخارجية هما يعني بقوا محافظين يعني مسالمين ميحبوش حتى مشاكل و مع الاسب الان تبدلت الاوضاع و شمال افريقيا ماشي يوضيع عينة فانت الطابور في الحقيقة الجنود الجنوش الاسلامية كانت اكثرها لو لم تحتل شمال افريقيا لما كان اسلام اصلا يعني من اين دخلوا في اوروبا؟ من شمال افريقيا فانتا ولكن باذن العقل وباذن الانسان الحر وباذن البشرية والعلم فانتا سوف تشرق الشمس من المغرب بكل تأكيد اخي كريم و انا بتشكر كتير على الوقت الطيب اللي عطيتنا اياي يعني رائع بصراحة انا كتير منبهر بهذه الثقافة العصيلة المتقصلة بالجزور الارض يعني و ما انتهت رغم قساوة الاسلام اللي انهى كتير ثقافات للأسف الشديد عنها كتير مع الاسف مثلا الحضارة في العراق و سوريا و مصر مصر انتهت تقريبا مع الاسف فانتا صحيح صحيح طيب اخوي كريم احنا متل ما بتعرف الاسبوع الماضي نقفل ثلاثة في موضوع صغير ان انا نحكي فيه شوي و مش مشكل مش مشكل خلينا ندرك شو شوية متام هو ميحبوش يحكي و نحكيو الاسبوع الماضي نقفل ثلاثة قلوات الحادية على علمك يعني من ريبورتات المسلمين فنوينا نساوي قناة جامعة شاملة للملحدين قناة تكون قوية لكل الملحدين شو رأيك فيه انا انا قلتلك قبل ما ندخل على الهواء قناة شركة ملحدين شرق الأوسط و شمال أفريقيا ممتازة فكرة ممتازة اخ جون اي مبادرة اي مبادرة هي ممتازة مهما كانوا وهذه الفكرة يعني ممتازة دي مبادرة فممتازة يكون يشاركوا فيها حتى يولي انا مثلا نعرش كان انا نقدر نبث عليها او لا بكل تأكيد قناة اليك و انا انا على فكرة انا عملتك ادمن بصفحة الفيسبوك تبعت القناة هاي سوانا فيسبوك انا وردي عملتك ادمن ومستني تبعتلي ايميلك حتى تصير مانجر بالقناة الجديدة وتعميها في فيديوهاتك انا سوف اتكلم كن على انا تعرف جون فكرتك ممتازة جدا ونتصور لو نقدم الجديد يعني نخليوها مثلا يمكن نقد الدين عادي نقد الدين جوانب الدين هو دين منقود ومهلوك وما عادش ما يصلح فيه فما فيش يصلح فيه ولكن نحاولوكش نعطرة المشكل المسلمين ما يعرفوناش شكون يسخيبونا مجانين يسخيبونا حيوانات يسخيبونا كالانعام فهمتا؟ موظرها بتاعه كيفش خطر الالحاد مع اناش احنا كيتم مقدس الحادي مش مثل الحادك فهمتا؟ مثلا انا صحيح نسمي روحي الإيميال الالحادي لكن في الاصل نسمي روحي دهري يعني اكثر شي معتا بشي فهم المسلم ما يفهمش ونقول وراني انا دهري فهمتا؟ يعني نعمل بالدهر فهمتا؟ بش يفهم خطر المسلم لازمك تحكيله بالمنطق انتاعه فهمت البارح سمعتك ضحكتني على السؤال يسيرولك احد المسلمين ووقعتلي نفس الشي راه واسألة كيما هكاكا ووقعتلي فهمتا؟ صراحة انا انا اتوقفت يعني انا يعني ما بعد اعرف كيف اجاوبي يعني السؤال هذا عنكم كل انواع يعني الرجل يقول الرجل غير متوقع انه فيه شيء غير الاسلام السؤال من لم يرى بحياته شيء غير الاسلام اي ما يعرش ما يعرش ماذا نجي انا وقعتلي نفسه قالت يقول لي مثلا اي معانتها نفس الشي يعني كيفاش انتو ما كيفاش تعملو يعني متخافوش من الموت كيتموتوا وبش تمشو الجنة ولا النار كحنة بش نمشو الجنة في بلاصتكم ولا معانتها بش تعاقبونا يعني تفكير افضل الشيء عنا يا اخي نحن عنا جلدة الحنفية بدال النار عنا في بحيرة بحيرة كلها مالحة منزلتك فيها بتغرق فيها يعني لا احنا من عاقبوش انسان محوق انسان محوق شنو اللي عملتو في ستين اسنان عن انسان محوق مش مشكلة افضل انا بشكرك اخوي طبعا اصدقائي اللينك تبع القناة الجديدة موجود تحت الفيديو واللينكات كلها موجود تحت الفيديو ارجو يعني ارجو من اصدقائي بنشر الحلقة هاي لانه القناة هاي جديدة وبتعرفوا الصلاعيمة يعني شو ساوفينا على كل ان يعني هذا ما بهمنا نحن اقوياء وسنبقى اقوياء وباقين هون وحتى اذا قفلونا مليون قناة راح نفتح المليون واحد ومليون وعشرة ومليون وعشرين كمان فالضغط واحنا ويجيوا لبعدنا بالضغط بالضغط يعني لن نتوقف نهائيا ونحن باقون لنشر العلم وللقاذ اهالينا المسلمين من هال انحطاط هذا ومن هال بزريبة الاسلامية الاسف الشديد يعني اذا في عندك كلمة اخيرة بتحب تقولها كلمة اخيرة الحلقة القادمة سوف تكون خصيصا على حركة تغيير شمال افريقي نعمل نقد الحركة الامازيغي اللي فهمت نقد يمكن يكون قاسح شوية فهمت مع احترامي ونطرح مع احترامي يعني لكل ما يقوم بها اي امازيغي مهما كان ولكن نحب نطرح فكرة حركة تغيير شمال افريقيا شنية هي بالضبط وشنوها تهدف على خطر بعض ينظر الى حركة شمال افريقيا حركة عرقية احنا لا نؤمن بالعرق ولا نؤمن بالجنس طوال البشرية وكلنا بشر هذه اللي نقاشة فيها ولكن هناك خصوصيات انتع الشعوب اللي هي ثروة انسانية واحنا نحافظ على الثروة الانسانية هذه ليس انطلاق قطر هناك غلوم على الاسد لان يطرح الامازيغي على اساس انه خير عمة نخرج لناس او تجده عند الأكراد يطرح الامازيغ يطرح الامازيغي خير عمة نخرج لناس او عند العرب هدا ليس اسلوبنا احنا كأمازيغ او كأكراد هذا اه اسلوب بتاع شعوب تريد ان تvenidos احنا شعوب لا نوريد ان ين احنا نريد ان نخذوا ولا نورد ان نحتلب احنا نريد ان نحافظ عالخاصية منتاعنا الامازيغية كهوية انسانية واحنا متحمة عالنا حتى عنصرية ضد حتى العرب اللي سمي روحه مع عرب، ما عنيش مشكلة مع العرب، معنا مشكلة مع المتعربين اللي داخل شمال أفريقيا وهذا يش سوف نطرقوه، بش تعرفوا حركة تغيير شمال أفريقيا بالتفاصيلة على خطر هناك من يتهمها بالإرحاد ورغم إن الإرحاد ما هوش عيب يعني بالحقس الشرف، وكل المناظلين الأمازيغ هم مرحبين في الحقيقة، فمت؟ لأن لا يمكن أن تكون حراً فانتوا عبد في نفس الوقت، لا يمكن، والإسلام هو العبودية فانت تكون مسلم ليس كما يكذبون عليكم بعض الشيوخ يقولون الإسلام آتية من السلام، لا الإسلام آتية من الاستسلام، ما جاءكم به محمد فخضوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه هذا هو الإسلام، الإسلام هو أن تطبق ما قال الله ورسوله، أو ما قال الرسول واحده إذن لا يمكن أن تكون أمازيعي، وانت مسلم عروبي، مستحيل، 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 إذن هذا مش نحكو فيه المرة القادمة، فانت؟ وأنا حديث نقطة صغيرة جداً أن عبر التاريخ من وقت الاحتلال الإسلامي لشمال إفريقيا، لم تطبق الشريعة في شمال إفريقيا، كان هناك سلطتين، هناك سلطة دينية التي تتدخل إلا في العبادات، وكان هناك أمغار، أمغار هو الإنسان الذي يتدخل في النزاعات، والنزاعات التي تفضل بالطريقة الأمازيغية، ليس بالطريقة الإسلامية، ليس هناك، حتى أن هناك عند الأمازيغ أنهم الأب والأم يوزعون الورثة متاحهم قبل موتهم، لكي يعدلوا، يعدلوا في الإرف إذن الإسلام الشريعة الإسلامية بحدودها وقوانينها وكل شيء، فانت؟ لم تطبق بشمال إفريقيا إلا في العشرين سنة والثلاثين سنة الأخيرة اللي يحبوا يطبقها الآن، ولن تطبق، ولن تطبق، وسوف ترى بإذن العقل يعني أنا متأكد لن تطبق الصحوة العقلية اللي صايرة هلأ أظن يعني ستنهي الإسلام قريباً قريباً وستنهي كل الأفكار الخزعبلية أخي كريم أنا بشكرك كتير وأصدقائي طبعاً بعد ساعة ونصف من الآن في عنا حلقة عن الأخلاق في الإسلام أو أخلاق محمد خلونا تابعونا يعني ونشوف أخلاق محمد ونشوف الأخلاق الملحدين ونشوف أخلاق المؤمنين على حد سواء بعد ساعة ونصف من هلأ فيها معنا الأخت سارة والأخ أحمد حسين وفي احتمالكم معنا الأخليخ كمان فكونوا معنا أخي كريم أنا بشكرك كتير كتير وشكراً لكم أصدقائي على المتابعة إلى اللقاء شكراً مع السلام شكراً لكم